لا يكاد يمر يوماً إلا ويفجع الجزائريون بحالة اختفاء أو اختطاف لأطفال قصر أو مراهقين كثيراً ما يحثر عليهم بعد أيام من البحث والتحريات جثة هامدة منكل بها كقضية الفتاة شيماء التي هزت الرأي العامة 22 حالة اختطاف سجلتها الهيئة المختصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من بينها حالة اختفاء غامضة لم يكشف مصيرها بعد على غرار قضية طفل ملاك من ولاية تلمسان والطفل رتاج من مستغانم ورقية بسكيكتا وغيرهم ممن اختفوا عن الأنظار لأسباب مجهولة هناك عدة انفصالات في الأسر بين الأولى إلى آخره والإهمال الذي يجده الإبن أدى إلى سلوكية سيئة وإنحلال أخلاقي وإلى عدة ظواهر تندر لنا بالانقراض للتربية السليمة والتربية الحقيقية بعدما كنا مجتمع محافظ قصص عديدة لجرائم اختفاء واختطاف الأطفال اختلف المختصون في أسباب وقوعها بين من يحمل المسؤولية للأسرة وضعف الردع وبين من يذهب إلى التغييرات التكنولوجية الحاصلة فيما يتشبث آخرون بالأزمة الاجتماعية التي يعيشها الجزائريون يمكن أن نقول استيقالة الأولياء كنا نتكلم على التربية وكنا نتكلم على التنشيه الاجتماعية للأبناء وكنا نتكلم على كثير من الأشياء ولكن اليوم أصبحنا نتكلم على الاستيقالة لماذا؟ لأن بعدما كانت المراقبة أصبحت مرافقة لما يكون هناك ردع قانوني بالنسبة لمن يرتكب هذه الجرائم فنجد أن الجرائم سوف تنخفض مسائل التكنولوجية هنا لابد أن تكون هناك ضبط سواء في الانترنت سواء حتى في التلفزيون هذا المجتمع يعيش عبر مجتمع العالم وسوف يرى ما يوجد في العالم الخارجي سوف يراه في عالمي وثم يتقمش شخصية ذلك يبدو أن مسلسل اختفاء واختطاف الأطفال في الجزائر لم يعرف إلى حد الآن حلقته الأخيرة ولزال الجزائري يتابع حلقاته بسيناريوهات مختلفة يهتز لها من يشاهدها لبشاعة حيثيتها وتعقد أسباب وقوعها